موسيقى نشأة التسعي عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين مقتل شخصين وجرح 11 آخرين نتيجة سقوط بعض القفائق العشوائية على محيط منطقة أردزواء والسلماني في بنغاسي الطيران التابع لحفتر يستلف صباحا اليوم مزرعة لأحد المواطنين جنوب مدينة الجذابية مخلفا خسائر مادية وحكومة الانقاذ تستنكر القصف الجوية الذي يتعرض له الأبرياء في الجذابية دول غربية عربية ترحب بالبيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب بتأييد حكومة الوفاق الوطني ومارتين كوبلر يزور القاهرة لبحث سلو لتنفيذ اتفاق اسخيرات أهلا بكم ما أكدت مصادر محلية متطابقة سقوط خمس قذائف هون اليوم على منطقة أردزواء وعمارات الستمائة والثنين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض القذائف سقطت على أحد البيوت بالمنطقة منوهة إلى وجود عائلة بالمنزل دون تحديد حجم الأضرار البشرية أو المادية وأضافت المصادر نفسها أن قذيفة أخرى استهدفت سيارة مواطن بطريق خمسين بأردزواء مشيرة إلى أنه تم إخلاء مدرسة حطين وتأجيل الامتحانات بها أكد مستشفى الجلال الجراحة والحوادث ببنغازي مقتل شخص مدني وعصابة أحد عشر آخرين نتيجة سقوط بعض القذائف العشوية على محيط منطقتين أردزواء والسلمان بالمدينة وأوضح مستشفى الجلال صفحة رسمية أن المواطن طارق مخلوف والبالغة من العمر 32 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى مضيفا أن اثنين من الجرح حالتهما مستقرة وموجودان بغرف الإيواء بالمستشفى بينما طلقت تسعة الآخرون الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى من جهته استقبل مركز بنغازي الطبي جثة شخص مجهول الهوية قضى بسبب القصف العشوائي الذي طال منطقة الزواوى صباح اليوم ونبقى في بنغازي حيث قال مصدر من شورى ثوار بنغازي المدينة إن سلاح الجوات تابع لقوات حفتر استهدفت مركزات قوات الشورى في محور المائتين وأربع دبابات بالبراميل المتفجرة إضافة إلى قذائف الهون من عيار مائة وعشرين وأوضح المصدر نفسه أنه يتم إسقاط القذائف من الطيران العمودي الموالي لقوات الكرامة لافتا إلى أنه قام بعدة طلعات استطلاعية اليوم دون أن يستهدف أي تمركز حسب قوله وأضافت مصادر أخرى بالمدينة أن اشتباكات عنيفة تجري الآن بمحور الهوار مؤكدة مقتل القائد الميداني الموالي لقوات حفتر علي العمروني في اشتباكات بمحور طريق النهر يوم أمس فضلا عن إصابة عدد آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بمحور شارع فينيسيا سلم الهلال الأحمر لبعض المستلزمات الطبية لمستشفى الجلاء تبرعت بها الصين عن طريق لجنة العزمة وذكر المستشفى عبر صفحتي على فيسبوك أن هذه المستلزمات قسمت مناصفة بين مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي لتوزع على الأقسام نظرا للحاجة الماسة لها وهي تسد حاجة المستشفى لمدة شهر ونصف تقريبا أفاد مصدر إعلامي بمدينة جدابيا بأن الطيران التابع لحفتر قام بقصف جوي استهدف مزرعة لأحد المواطنين جنوب المدينة دون أي خسائر بشرية وأكد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذا القصف أصفر عن نفوق عدد من الإبل وأشار المصدر نفسه إلى أن الطيران التابع لحفتر شنغارات عدة منذ الأربعاء الماضي على المدينة في محاولة منه لاستهداف مواقع لمجلس شورى ثوار جدابيا في المنطقة الصناعية أسفرت أحدها عن مقتل عاملين مصريين وجرح سودانيين اثنين في إحدى الورش في سياق متصل أعلن الناطق باسم القوات الجوية التابعة لعملية الكرامة نصر الحاسي بقيام طائرة حربية تابعة لهم باستهداف موقع في الحي الصناعي بإجدابيا صباح الجمعة وأضح الحاسي أن الموقع المستادف هو مخزل للذخيرة تابع لأنصار الشريعة حسب قوله مشيرا لأن هذه الغارة هي الثالثة لسلاح الجو التابع لعملية الكرامة على مواقع بمدينة إجدابيا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من جهتها استنكرت حكومة الانقاذ الوطني القصف الجوية الذي يتعرض له الأبرياء من الليبيين والعرب العاملين في ليبيا بمدينة إجدابيا من قبل قوات حفتر وذكرت الحكومة في بيان لها أن ما تتعرض له المدينة ومن قبلها مدينة بنغازي وذرنة يشير إلى وجود نية تهدف إلى نقل المعركة إلى المدينة الآمنة كي يلحقها الدمار والخراب بحسب البيان وأكد البيان سعي الحكومة لحماية المدنيين الأبرياء وردع هذه الاعتداءات إلى درنة حيث أكد مصدر طبي بالمدينة فضل عدم الكشف عن هويته مقتل طفل إثر إصابته برصاصة عشوائية عند خروجه مع والده من المسجد بعد صلاة العشاء في حي الزهور بمنطقة باب طبرق بدرنة وضاف المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات الدائرة في محور منطقة الفتاة حاسفرت عن مقتل شاب من القوات المساندة لمجلس شورى مجاهدي درنة إضافة إلى أحد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مشيرا إلى أن القتيل التابع للتنظيم من أبناء منطقة الجبيلة بدرنة أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفر عبدالله سليمان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن ما وصفها بالمجموعات المسلحة التي قامت بقطع طريق الشمال وقتلت أحد مواطني الكفر يوم أمس قامت باختطاف خمسة آخرين واقتادتهم إلى مكان مجهول وأضاف سليمانا المدينة تشهد وضعا شبهة يدي مع استمرار معاناة أكثر من مائة وست وستين أسرة ممن أحرقت منازلهم منذ بداية الأزمة بالمدينة وأضاف أن استمرار إغلاق مصرف الوحدة بالمدينة فاقم من الظروف السيئة التي يواجهها المواطنون لعدم تمكنهم من سحب رواتبهم أعلن مركز شرطة سبهة المدينة أن الأسبوع الماضي شهد مقتل شخص واحد وخطف شخصين وقد جرح آخران أثناء محاولة اختطافهم فيما تمكن ثالث من الفرار مضيفا أن حالات السطو بالسلاح على سيارات المواطنين بلغت ست حالات وأوضح المركز على صفحة رسمية أن نسبة الجرائم انخفضت في المدينة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه مرجعا ذلك إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية التي أقامت نقاط تفتيش وحملات أمنية بالتعاون مع الأهالي قال المتحدث باسم غرفة عمريات رئاسة الأركان في أوباري مجد بهنة أن اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الدوحة في أوباري وصلت إلى المدينة صباح اليوم في محاولة لتنفيذ شروطه على الأرض وأضاف بهنة أن الوضع في المدينة يشهد ترقبا خاصة بعد التوتر الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي في حي المشروع وسط المدينة حيث أصفرت الاشتباكات العنيفة عن سقوط جريح على الأقل مشيرا إلى تحسن الحالة الصحية للجريح بعد نقله لمستشفى الكفر العام أكد الناطق باسم مديرية الأمن الوطني بالزاوية نبيل بوزوهاي استمرار احتجاج ثلاثة من أبناء الزاوية في ورشفانة وأشر بوزوهاي لاستمرار عمرية التفاوض من أجل إطلاق صراح المحتجزين الثلاثة مشيرا إلى أن المهاجرين من أبناء الزاوية في منطقة ورشفانة شكلوا لجنة من أجل التواصل وحل مشكلاتهم العالقة لا سيما في ظل عدم تمكنهم من الرجوع إلى ديارهم ونوها بوزوهاي لأن عدد هذه الأسر يصل إلى ما يقرب من خمسمائة وخمس وسبعين أسره ناقش اجتماع بمدينة مصراتة آخر مستجدات الحوار كما تطرق إلى احتياجات المدينة في ظل الظروف الأمنية والإنسانية التي تمر بها وقد حضر الاجتماع أعضاء من المؤتمر الوطني العام عن مصراتة ومن المقاطعين لجلسات مجلس النواب فضلا عن أعضاء المجلس البلدي بالمدينة ويعتبر الاجتماع استئناف للاجتماع الدوري الأسبوعي الذي يجمع أعضاء المؤتمر الوطني والمجلس البلدي بعد انضمام النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب إليهم الموضوع الرئيسي هو مرحل قادم ورؤية المدينة وكل مكوناتها في اتجاه دعم حكومة التوافق الوطني التي أجمع الجميع أنها سيكون الأفضل حالا يتوافق بوجود حكومة توافق عليها كل بي وتحضر بالدعم الدولي خاصة ما نعانيه نحن كبالجالس بلدية في الشارع من معاناة المواطن في ذيق الحال والأزمة التصدية وقد أكد عضو المؤتمر الوطني العام على مصرات أبو القاسم جزيط أن الوقت بات سانحا لتوقيع اتفاق ينهي الأزمة في ظل الظروف الراهنة معتبرا أن معارق للتوقيع هي مجموعة قليلة من الطرفين البلد يعني في حالة انهيار سريع أعتقد أنه ليس بالإمكان أبدع من مكان الحوار يعني سنة حوار لتنتج حكومة سنة توافق هذا أمر غير مقبول أعتقد أنه يجب على الليبيين الآن أن يوافقوا وأعتقد أنه من ليوافقهما مجموعة صغيرة في طبرق وطرابلس استمرأت السلطة وتتشبت بها لأكثر والأقل من جهاته قال العضو المقاطع لجلسات مجلس النوافة بشاغة إنه من المتوقع أن يتم إعلان جولة قريبة خلال الأسبوع المقبل في الصخرات أعتقد أن الآن بيتنا قريبين جدا من عقد جولة جديدة هذه قد تكون جولة لمدة يوم أو يومين وبعدها مباشرة التوقيع على الاتفاقية وعلى الحكومة هناك رأي قوي جدا يقول أن من يوقع من المؤتمر والبرلمان على الموافقة على هذه الحكومة أنه سوف يكون من ضمن المؤتمر أو البرلمان أما من يرفض التوقيع ويرفض الحكومة فلن يكون له مكان داخل المجلس على الدولة أو البرلمان الجديد رحب بيان صادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب وتونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة رحب بقرار تأييد حكومة الوفاق الوطني الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب مشيرا إلى وجود أغلبية في المؤتمر الوطني العام تدعم حكومة الوفاق وشجع البيان جميع الأطراف على تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل على استعادة الاستقرار وتحافظ على وحدة البلاد وتكافح التطرف والإرهاب كما شدد البيان بما وصفها بشجاعة العضاء في مجلس النواب والمؤتمر موء الوطني الذين يواجهون الترهيب من قبل المتشددين من الجانبين لا سيما ممن يسعون ليحباط التقدم بحسب البيان كما عبر البيان عن دعم هذه الدول لعملية الأمم المتحدة برياسة مبعوثها إلى ليبيا مارتين كوبلر وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر صباح اليوم للقاهرة لبحث صبر تنفيذ اتفاق سخراط بشان تشكيل حكومة الوفاق الوطني وذلك قبل اجتماع دول جوار ليبيا وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن كوبلر سيلتقي خلال زيارته القاهرة مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الليبية فضلا عن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وامين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي حكومة الوفاق الوطني مسودة توقيع مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام هي كلمات اتفق على ذكرها خلال الساعات الماضية أغلب زعماء الدول المهتمة بالشأن الليبي والذي على ما يبدو أنه دفع من قبل هذه الدول للأطراف الليبية من أجل التسريع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية البداية كانت من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر الذي رحب بالإعلان الصادر عن 92 من أعضاء مجلس النواب والمتضمن إقرارا من حيث المبدأ للاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطنية كما رحب كوبلر بالدعوات التي أطلقتها أغلبية أعضاء المؤتمر الوطني العام للوصول إلى نهاية إيجابية لعملية الحوار أما بريطانيا فقد أكدت على لسان وزير خارجيتها فيليب هامود على أن الحل السياسي هو أمثل السبل للخروج بليبيا من الوضع الراهن وقد قال رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينزي إن وجود ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يثير قلق المجتمع الدولي داعيا إلى إعطاء الأولوية المطلقة من قبل المجتمع الدولي للوضع في ليبيا من جهتها قالت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد مستعد لدعم حكومة الوفاق الوطني بمائة مليون يورو لتقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي على وجه السرعة داعية الأطراف الليبية إلى عدم المماطلة في المحادثات عربيا قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إن بلاده تدعم المبادرة التي طرحتها الدول الغربية في سبيل الوصول لاتفاق سياسي يصفر عن تكوين حكومة وحدة وطنية خلال أيام أو أسبوع في ليبيا بحثون سياسيون رأوا أن الأعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا الآن على ضرورة وجود حل سياسي في البلاد من خلال دفع الأطراف إلى التوقيع على المسودة وتشكيل حكومة الوفاق الوطنية التماطل في عدم توقيع الاتفاقية وتكوين حكومة وفاق وطني يخدم بطريقة أو بأخرى داعش ومع هذه التصريحات يبقى التساؤل هل ستنجح الجهود الدولية الرامية إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطنية في إقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني قريبا؟ نشتنا متواصلة وفيها بعض الفاصل افتتاح نطعم يحتوي على أصناف لمأكولات الليبية تقليدية بمدينة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية مقتل الشخصين وجرح 11 آخرين نتيجة سقوط بعض القذائح العشوئية على محيط منطقة أردزواوة والسلمان في منغاز الطيران التابع لحطر يستالف مذرعة لأحد المواطنين جنوب اجدابيا مخلصا خسائر مدية وحكومة الانقاذ تستنكر القصف الجوي الذي يتعرض له الأبرياء في المدينة دول غربية وعربية ترحب بالبيان الصادر عن عدد من أعضاء مجلس النواب بتأييد حكومة الوفاق الوطني ومارتين كوبلر يزور القاهرة لبحث سبل تنفيذ اتفاق السرات قال عضو المجلس البلدي لمدينة طبرق نوري درمان ان البحث الجنائي بمنطقة البردي أعدم حاوية من الحبوب المخدرة نوعة رمدول وأوضح درمان لقناة ليبيا لكل الأحرار الكمية تم التخلص منها عن طريق الحرق أمام الجهات المختصة ووكيل النيابة منوها إلى وجود أنباء عن أن الشحنة كانت متوجهة إلى مصر فضع عضو المجلس البلدي أن الكمية التي تم ضبطها داخل حاوية على متن شاحنة كبيرة بمنطقة البردي عند بوابة الجرفان كانت قادمة من مدينة طبرق أكد المكتب لعلاميلي بشركة البريغا لتسويق النفط أنه لا توجد مشكلة بوقود البنزين بالمناطق الوسطى والشرقية مرجعا سبب إغلاق عدد من محطات الوقود للتأخر في عمرية النقل حيث تجري عمريات الشحن من أكثر من مصدر لإيفاء حاجة السوق بشكل كامل وأوضح المكتب على صفحة رسمية أن تأخير طلبات الغاز يرجع إلى ارتفاع مستويات البحر بمنطقة تشغيل طبرق ما أدى إلى تأخير رسو باخرة الغاز مشيرا في الوقت ذاته لأن الامدادات ستعود إلى طبيعتها خلال يومين تعمل منظمة الشباب ليبيا الوطني بمدينة البيضاء بشكل دوري للمحافظة على جمالية المدينة حيث يقوم الشباب المنظمة من وقت لآخر بإزالة الأنقاض والقمامة واطلاء جدران المدارس والمساجد جانب من نشاط منظمة الشباب ليبيا الوطني نستعرضه في سياق التقرير التالي هم ليسوا عمال نظافة ولكن حبهم لليبيا جعلهم ينزلون إلى الشوارع لتنظيفها هم أعضاء منظمة شباب ليبيا الوطني بالبيضاء التي تطلع بمهمة الحفاظ على المدينة بهذه الروح المريحة يبدأ فوزي بالحسن رئيس المنظمة وهؤلاء الشباب يومهم بإزالة القمامة والأنقاض التي شوهت جدران هذه المدرسة لينتقلوا فيما بعد إلى أخرى هي مجموعة منظمة شباب ليبيا يقومون بطلاء عدة طلاء أي مكان توجد به كتيبة أو أشياء غير معبرة عن الحضارة ومنظر جميل المدينة أيضا نظافة الشوارع وكذلك الاهتمام ببعض الشوارع الرئيسية والداخلية طلاء جدران المدارس بالكامل طلاء بعض المساجد جمعية شباب ليبيا الوطني بدأت بفكرة بسيطة أطلقها الشاب فوزي بالحسن رفقة اثنين آخرين من أبناء مدينة البيضاء وهي اليوم تكبر شيئا فشيئا لإيمانها أولى بأهمية العمل التطوعي رسالة أرادها أن تكون مضمونة الوصول إلى كل شباب ليبيا ليكونوا يدا واحدة ضد التخريب والفوضى وضع الحالي الذي نقول عليه وضع ليبيا الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمنطقة الشرطية جميعا جميعا الحمد لله رب العالمين الأمن والأمان وإن شاء الله ربي عم على بلادنا الخير نحن رسالة نوجوها من خلال هذه المقابلة إلى كل شباب ليبيا أن يتكاثفوا وأن يكون يد وحدا هؤلاء الشباب الذين عرضوا خدماتهم على مسؤول المدارس والأماكن العامة بالمدينة لاقوا ترحيبا من عدة أطراف خاصة منها المجلس البلدي وعدد من المواطنين الذين ساهموا كل من موقعه في إنجاح هذا العمل وهم اليوم يطمحون إلى أن يطال نشاطهم جميع المدن الليبية هم أخوتنا وأصحابنا وأصدقائنا هؤلاء الذين نحتز بيهم هؤلاء الذين نحسوا معهم بالوطنية ونحسوا معهم بالحب الذات على الوطن المنظمة أعمالها مش هتقصر على مدينة البيضاء بإذن الله تعالى حيولد فروع من المنظمة وتستمر بنفس الألية ونفس المبادئ اللي قمت عليها المنظمة وهو العمل التطوعي من أجل الوطن هؤلاء المتطوعون اختاروا أن يكونوا مثالا لشباب ليبيا الخير الذي يرفض الفوضى وتطلع لبناء دولة حديثة إيمانا منهم بأن العمل التطوعي يظل أحد أبرز مؤشرات التطور وبه ترتقي الأمم والشعوب افتتح بمدينة كولومبيا في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية مطعم يحتوي على أصناف لمأكولات ليبية تقليدية ويبيع مطعم بعشرين أشهر المأكولات والمقبلات الليبية منها الكسكسي والشربة العربية والأرز بأشهى أنواعه على الطريقة الليبية وكما اختار المطعم تقديم الكعك الليبي كصنف للحلويات هذا وتستقبل المشرفة على المطعم الزبائن بالزي التقليدي في إشارة منها إلى خصوصية المطعم إلى عنوين النشر مقتل شخصيني وجرح 11 آخرين نتيجة سقوط بعض القذائف العشوائية على محيط منطقة أردزواو والسلماني في بنغاز الطيران التابع لحفتر يسادف مزرعة لأحد المواطنين جنوب أجدابيا مخلفاً قسائر مادية موسيقى وحكومة الانقاذ تستنكر القصف الجوي الذي يتعرض له الأبرياء في المدينة موسيقى دول غربية وعربية ترحب بالبيان الصادر عن عدد من أعضاء المجلس النواب بتأييد حكومة الوثاق الوطني ومارتين كوبر يزور القاهرة لبحث سبل تنفيذ اتفاق سفر عشان موسيقى موسيقى